لما نتكلم عن مشكلة تصارع ضربات القلب المصحوبة ببرودة في الاطراف بنقول ان في بعض الناس بيعانوا او بيصابوا بزيادة في ضربات القلب مصحوبة ببرودة الاطراف والمشكلة دي طبعا يعني لا تتجاوز كونها شعور عرضي في اغلب الحالات لا يستوجب القلق وخاصة لو المشكلة دي حصلت لفترة زمنية قصيرة ودون تكرار على المدى القريب او البعيد طيب لكن في حال حدوث هذه المشكلة مصحوبة باعراض اخرى ده ممكن في الحالة ده اي ويكون المريض بيعانى من مشكلة خطيرة وده مؤشر على مشكلة خطيرة بيعانى منها المريض في الحالة دي لازم يستوجب زيارة عجلة للطبيب طيب ايه هي الاسباب الكامنة وراء تسارع ضربات القلب وبرودة الاطراف بتختلف الاسباب طبعا ما بين اسباب بسيطة الى اسباب ممكن تكون مهددة لحياة المريض ولكن اهم اسباب تسارع ضربات القلب هو برودة الاطراف بنجد ان هي التعرض للصدمة المعنى الصدمة او المقصود بالصدمة هي نقص الامداد الدموي لكافة انحاء الجسم باسباب مختلفة نتيجة نقص التروية الدموية لاجزاء مختلفة من الجسم بيحصل هبط حد في الضغط بيحصل تسارع في ضربات القلب بيبدأ يحصل برودة في الاطراف لان الدم لا يصل بشكل كافي الى الاطراف الصدمة طبعا قلبية المنشأ هي امر نادر الحدوث لكن للأسف الشديد لو اصيب شخص ما بصدمة قلبية فللأسف دي بتكون قاتلة في حال لم يتم اسعاف المريض بشكل طارق وبشكل عاجل لان فيه طبعا انواع كتيرة من انواع الصدمة فبنجد مثلا من انواعها الصدمة قلبية المنشأ تنشأ الصدمة قلبية المنشأ دي في حالة عدم استطاعت القلب دخ الدم بشكل كافي الى جميع انحاء الجسم طيب ايه اللي يخلي القلب لا يدخ الدم بشكل كافي الا يعني جميع اجزاء الجسم ده بسبب الضربات في القلب مشكلة في القلب او امراض بيصاب بها الانسان في القلب زي عدم انتظام ضربات القلب زي الاشخاص اللي بيعانوا من رجفان الازينة او رجفان البطينة او تسار القلب البطينة السبب الثاني اللي يخلي يحصل في صدمة قلبية المنشأ او اللي تجعل القلب لا يوصل الدم بشكل كافي الى جميع اجزاء الجسم وهو التهاب غلاف القلب بسبب تجمع السوائل في الغشاء المحيط بالقلب من الاسباب ايضا الزبحة الصدرية وحدوث فشل في عضلة القلب طيب السبب الثاني لانواع الصدمة بالاضافة اول نوع اللي احنا ذكرنا اللي ممكن يكون قاتل اللي هو قلبية المنشأ في صدمة دموية المنشأ الصدمة دموية المنشأ هي بتعتبر احد اسباب تصارع ضربات القلب وبروضة الاطراف دي حالة طبية ايضا طارقة بتنشأ بسبب نقص حد في حجم الدم وغيره من سوائل الجسم وده بيجعل القلب عاجز عن ضخ الدم الى انحاء الجسم بتحصل الصدمة الدموية المنشأ لما بيفقد الجسم حوالي خمسة حجم او كمية الدم الموجودة في الجسم او اكتر من هذه الكمية يبقى الصدمة دموية المنشأ ايضا بتكون مرتبطة بالدم وهي امر طارق ضروري اسعاف المريض بشكل عاجل اذا اصيب بصدمة دموية المنشأ النوع الثالث من انواع الصدمات الممكن يتعرض لها الانسان وتتسبب اه في تغير ضربات القلب بالاضافة الى برودة الاطراف هي الصدمة التحسسية اه الصدمة التحسسية هي بتحصل نتيجة رد فعل تحسسي شديد فده بيسبب حساسية مفرطة او شديدة وهبوط حد في الضغط ممكن تؤدي الى الوفاة في حال لم يتم علاجها بشكل فوري اه ودي للأسف بنشوفها كتير جدا اصبحت منتشرة اه بسبب تناول عقاقير معينة الاكتر شيوعا واصبح اه في البلاد العربية بيشاع هذا الامر هو حساسية اه المضادات الحيوية نتيجة اه الاسراف في تناول المضادات الحيوية او بشكل عشوائي او ان في بعض الدول العربية بيكون فيها تساهل في اه يعني صرف المضادات الحيوية للمريض بدون حتى حاجة الى اه تذكرة من الطبيب او تصرح من الطبيب فبنجد ان اه اصبح المضادات الحيوية في متناول جميع الاعمار وجميع الاشخاص بدأنا نسمع عن مقاومات المضادات الحيوية وعن رد فعل تحسوسي في ناس بياخدوا ادوية معينة بتسبب لهم حساسات جديدة جدا اذا لم يتم اسعاف الشخص بشكل عاجل ممكن هذه الحساسات من الدواء تسبب صدمة تؤدي الى وفاة المريض انواع الصدمات ايضا النوع الاخير وهو ما يعرف به الصدمة الانتانية الصدمة الانتانية بتعتبر ايضا من اسباب تصارع ضربات القلب وبرودة الاطراف بيتنتج بسبب العدوى غالبا بتكون بكتيرية وبتصل الدم وبالتالي يصاب الانسان بعدوى في الدم او انتان في الدم وده حالة طبيعة خطيرة ممكن تؤدي الى انخفض ضغط الدم لمستويات منخفضة للغاية واذا لم يتم انقاذ المريض او اسعافه بيتوفى في الحال لان انتان الدم حالة اذا لم يتم علاجها بيموت الانسان في الحال طيب برودة الاطراف في حالة لو المريض اصيب بصدمة انتانية برودة الاطراف لا تكون في المرحلة المبكرة انما اذا تأخرنا في اسعاف المريض او اهملت علاج الحالة بيبدأ مع تطبيقها تطور الصدمة بتبدو الاطراف شاحبة وبتصبح باردة لان طبعا بيكون خلاص الاكسوجين اتمنع عن الاطراف واصبح فيه تسمم دموي وعدم وصول الدم النقي بشكل كافي الى جمع اجزاء الجسم خاصطها الاطراف فبتبدأ الانسجة في اه الوفاة طيب اه لو جئنا نتكلم عن مدى خطورة تصاعد ضربات القلب وبرودة الاطراف عرفنا ان اسباب تصارع ضربات القلب اسباب متعددة ممكن يكون سبب بسيط وممكن يكون سبب خطير وممكن تحصل بشكل مفاجئ وممكن تحصل نتيجة مرض سابق او ترقومات سابقة طيب امتى الوضع يكون خطير لو الانسان اصيب بتصارع ضربات القلب او تغير ضربات القلب واجهت في نفس الوقت ان هو مصاب ببرودة الاطراف لو ده ترافق مع بعض الاعراض الاخرى زي التنفس بشكل سريع مع وجود ضيق في النفس او انخفاض في درجة الوعي او هبوط الضغط المفاجئ او التعرق واشحب لون الجلد في حال هذا الاعراض ترافق مع تصارع ضربات القلب وبرودة الاطراف في الحال دي بينصح بزيارة الطبيب للتأكل مع عدم وجود مشكلة صحية او امراض قلبية مسؤولة عن الاعراض السابق اه كمان بنأكد انه ممكن تكون تصارع ضربات القلب وبرودة الاطراف امر يعني عادي امر عابر لا يستدعي القلق وهو مجرد مثلا اطراف مؤقت في الدورة الدموية او في الجهاز الدمري في الجسم وبالتالي الامر لا يستدعي القلق اه في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي باذن الله في فيديو جديد وموضوع اه فيديو جديد